السلام عليكم قبل بدء الاندخابات الرئاسية السورية بثمانية أيام أعلنت إدارة جو بايدن أن أمريكا لن تعترف بنتيجتها أستغرب هنا أليست الاندخابات السورية شأناً لشعب السوري؟ ما داخل الولايات المتحدة فيها؟ سيختار أبناء الشعب السوري أنفسهم من يتولى رئاسة بلادهم من يريد من أمريكا أن تعترف باختيار الشعب السوري؟ هل يهم اعتراف أمريكا؟ اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل لكن هل اعترف كل العالم بذلك؟ طبعا لا ليست الولايات المتحدة إلا الدولة واحدة في العالم فقط مهما كانت قوتها وهي لا تمثل كل المجتمع دولي وموقفها لا يمثل الرعي العام ليس من الغريب أن أمريكا لا تعترف بنتيجة الاندخابات السورية فهي أحيانا لا تعترف حتى بنتيجة الاندخابات التي أجريت في أرضها ترامب مثلا لم يعترف بنتيجة اندخابات أوصلت جو بايدن إلى البيت الأبيض ثم اقتحم عنصاره مبنى الكابيتول مما زعزع ثقة الكثيرين بالدمقراطية الأمريكية المهم أن الولايات المتحدة كثيرا ما تتدخل في شؤون الدول الداخلية بعبارات تتضمن تعترف أو لا تعترف كانت إدارة ترامب تعترف ببرلماني فنزاولي معارض رئيسا شرعيا لبلاده وهو مجرد الدمية في يد الأمريكان قبل عقود اعترفت أمريكا بمبدأ الصين الوحدة وعلى هذا الأساس تمت قامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلا أن الولايات المتحدة أوفدت كبار مسؤوليها إلى جزيرة تايوان أكثر من مرة وبعت أسلحة متطورة لها كل ذلك من أجل دق إصفين بين أبناء الأمة الصينية بالنسبة إلى دولة لا تفي بوعدها أصبحت كلمة تعترف لا معنى لها لنعود إلى سوريا هل فعلا تحتم أمريكا بحياة السوريين؟ حسب ما أعرف ظلت أمريكا تفرض عقوبات على سوريا لتركيع شعبها لكنه لم يستسلم تريد أمريكا إضافة نجم على العالم الوطني السوري لكنها فشلت فشلا ذريعا وتجاهلت أمريكا السيادة السورية واستقلالها وتدخلت عسكريا في سوريا بشكل سافر ما أدى إلى تقسيم هذا البلد العربي لكن دمشق مزالت حية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر